السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد على قناتكم كاريم سبانيش لتعلم اللغة الإسبانية اليوم إن شاء الله سوف نرى درس جديد من سلسلة كورس تركيب الجمل للمبتدئين هذا الدرس سيكون مهماً جداً حيث سنقوم بتركيب الجمل باستعمال السبخونتيبو وبالإضافة إلى هذه الجمل سأعطيكم جميع استعمالات والحالات التي نستعمل فيها السبخونتيبو إذن لا تفوت عليك هذا الدرس وابقى معي إلى آخر الفيديو حتى تفهم جيداً كيفية تركيب الجمل باستعمال السبخونتيبو وقبل أن نبدأ لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كنت لم تشترك بعد وكذلك فاعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدرس إذن لنبدأ على بركة الله لاحظوا معي أصدقائي هذه الصورة فنحن نرى أن هناك فتاة ترقص جيد إذن كيف أقول رقص يرقص باللغة الإسبانية؟ فكر معي قليلاً جيد فعل بايلار بايلار وإذا أردت أن أقول أعتقد أن أو أظن أن كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد كريو كي كريو كي أو ممكن أن أقول بينسو كي بينسو كي لدينا فعل كريير ولدينا فعل بينصار جيد وإذا أردت أن أقول لا أعتقد أن أو لا أظن أن كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد وكيف أقول كلمة أحسن أو أفضل باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد وإذا أردت أن أقول أحسن مني أو أفضل مني كيف أقول؟ فكر قليلاً جيد ميخور كي يعني أحسن مني أو أفضل مني إذن الجملة التي نريد أن نركب باللغة العربية هي لا أعتقد أو لا أظن أنك ترقصين أحسن مني أو أفضل مني إذن كيف أقول هذه الجملة باللغة الإسبانية؟ فكر قليلاً جيد هنا نستعمل جيد يعني الاستعمال الأول للسبخونتيب هو عندما نريد أن نعطي رأي سلبي لا أعتقد أن أو لا أظن أن يعني إذا أردنا أن نعبر عن رأي سلبي فمباشرةً نستعمل لاحظوا معي هذه الصورة فنحن نرى أن هناك طفل مريض إذن كيف أقول باللغة الإسبانية فعل تحسن يتحسن فكر معي قليلاً جيد فعل وإذا أردت أن أقول أتمنى أن باللغة الإسبانية كيف أقول فكر قليلاً جيد إسبيرو كي إسبيرو كي أتمنى أن جيد وإذا أردت أن أقول أتمنى أن تتحسن أتمنى أن تتحسن لدينا أتمنى أن وهي إسبيرو كي والآن كيف نصرف يعني فعل ميخرارسي في زمن السبخونتيبو هل نقول إسبيرو كي تي ميخورس أو إسبيرو كي تي ميخورس فكر معي قليلاً جيد إذن نقول إسبيرو كي تي ميخورس هنا نستعمل يعني السبخونتيبو دي البربو ميخرارسي ونستعمل السبخونتيبو في هذه الحالة عندما نريد أن نعبر عن متمنياتنا يعني سواء كانت إيجابية أو سلبية إذا لاحظوا معي هذه الصورة فنحن نرى أن هناك فتاة تقوم بممارسة الرياضة جيد كيف أقول باللغة الإسبانية ممارسة الرياضة؟ فكر معي قليلاً جيد أثير دي بورتي أثير دي بورتي ممارسة الرياضة وإذا أردت أن أقول أقترح أن أقترح أن باللغة الإسبانية كيف أقول فكر قليلاً جيد سوخيرو كي سوخيرو كي وإذا أردت أن أقول أقترح عليك أن أقترح عليك أن كيف أقول فكر قليلاً جيد تي سوخيرو كي تي سوخيرو كي تي سوخيرو كي والآن إذا أردت أن أقول أقترح عليك ممارسة الرياضة كيف أقول إذن هنا يجب أن نصرف فعل أثير في هل نقول تي سوخيرو كي أفاس دي بورتي أو تي سوخيرو كي أغاس دي بورتي فكر قليلاً جيد إذن نقول تي سوخيرو كي أغاس دي بورتي تي سوخيرو كي أغاس دي بورتي هنا صرفنا فعل أثير في الصبخونتيبو أغاس جيد الاستعمال الثالث للصبخونتيبو وهو عندما نريد أن نعطي نصيحة أو اقترح إذن جيد يعني جميع هذه الأفعال التي تعبر عن النصيحة أو الاقتراح فنستعمل معها لاحظوا معي هذه الصورة فنحن نرى أن هناك السماء تمطر جيد إذن كيف أقول فعل تمطر باللغة الإسبانية فكر معي قليلاً جيد هو فعل يوبر يوبر ممتاز والآن إذا أردت أن أقول كلمة ربما باللغة الإسبانية كيف أقول فكر قليلاً جيد هي طالبث طال بث أو ممكن أن أقول كثاس كثاس أو كلمة كثا يعني كلتا الكلمتين فهي صحيحة كثا أو كثاس والآن إذا أردت أن أقول غذاً باللغة الإسبانية كيف أقول فكر قليلاً ممتاز مانيانا مانيانا والآن الجملة التي نريد أن نركب باللغة العربية هي ربما سوف تمطر غذاً ربما سوف تمطر غذاً إذن كيف أقول باللغة الإسبانية طالبث جويبا منيانا أو طالبث جويبا منيانا فكر معي قليلاً ممتاز طالبث جويبا منيانا إذن هنا استعملنا يعني السبخونتيبو دي البربو يوبر ممتاز إذن الاستعمال الرابع للسبخونتيبو وهو عندما نريد أن نعبر عن الفرضية يعني فكر معي قليلاً جيد un futbolista un futbolista un futbolista ممتاز والآن إذا أردت أن أقول كلمة عندما عندما كيف أقول فكر قليلاً جيد كواندو كواندو ممتاز والآن إذا أردت أن أقول سأكون سأكون يعني فعل الكينونة كان يكون مصرف في المستقبل يعني أنا سوف أكون فكر قليلاً ممتاز سري سري يعني سوف أكون ممتاز والآن إذا أردت أن أقول يصبح كبيراً أو يكون كبيراً كيف أقول فكر معي قليلاً ممتاز سير ميور سير ميور يعني يكبر أو يصبح كبيراً سير ميور ممتاز إذن الجملة التي نريد أن نركب باللغة العربية هي عندما أصبح كبيراً أو عندما أكبر سأكون لاعب كرة القدم يعني كيف نقولها باللغة الإسبانية هل نقول كواندو سوي ميور سري un fútbolista أو كواندو سيا ميور سري un fútbolista فكر قليلاً جيد كواندو سيا ميور سري un fútbolista كواندو سيا ميور سير un fútbolista يعني عندما أكبر سأكون لاعب كرة القدم هنا استعملنا يعني ممتاز والاستعمال الخامس يعني وهو عندما نريد أن نعبر المستقبل باستعمال كلمة كواندو يعني كقاعدة كواندو ماس سبخون تيبو ماس فوتورو يعني هذه القاعدة رأيناها في درس القواعد إذن أصدقائي لقد وصلنا إلى آخر الدرس وكما العادة سوف أترك لكم جملة للممارسة والتمرن أكتب إجابتك في تعليق حتى أرى هل إجابتك صحيحة أم لا إذن الجملة هي يعني أصدقائي أنتم من سوف تضعون يعني الفعل المناسب في هذا الفراغ وهذا الفعل يعني يجب أن يكون مصرف في يعني المعنى لهذه الجملة باللغة العربية هي أتمنى أن تقضي نهارا سعيدا أو أتمنى لك نهارا سعيدا إذن أصدقائي إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس حتى حتى تصلكم جميع الدروس إلى ذلك من حين استودعكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر